بعد اسبوع من تحرير مواقع عدة غرب مدرية القبيطة استأنفت قوات الجيش والمقاومة عملياتها العسكرية بتمشيط مواقع أخرى لا تزال في قفضة الجماعة الانقلابية أهمها مواقع شرف العفوع والصلوة ومدرسة الثورة في خطوة تهدف إلى تحرير ما تبقى من مواقع في هذه المدرية مساندة لأخواننا في قبهة حيفان وإن شاء الله هكوم لا بعده رقوع في الأيام القريبة حتى نصل العدو إلى وكره العملية العسكرية للجيش أتت وفق خطة مدرسة ومنسقة كما يقولون بين قيادة الجيش غرب القبيطة التابعة لألوية العمالقة مع قيادة جبهة حيفان قضت بتنفيذ هجوم مباغة في عزلة العبوس بمدرية حيفان وصولا إلى مواقع الحوثيين في جبل الممشاح واتبت الكرب ومدرسة الشعب بالحسيمة لقد حررنا هذه المواقع الركيزة وقبال المرابحة وهذه القبال العيرين وهي منطقة مهمة حيث أنها كانت تطل على مديرية طرالباحة والبرجة وحررناها وقد شرد العدو الناس من منازلهم والحمد لله بعد تحرير هذه المناطق عاد المواطنون آمنين إلى قراءهم تصاعد العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي شمال محافظة لحج يسهم بنقل المعركة العسكرية نحو مدينة الرهدة التي لا تزال ميليشيات الحوثي تحكم السيطرة عليها شكرا شكرا